نصيحتي للنادي الاهلي بقى عشان مش يعني 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 حننأخذ بالاسباب كعادتنا نلجأ الى كل الوسائل الاتحاد المصري علي ان يعفل اهلي من هذا الحرك مش عايزين كل ماتش لازم يبقى فيه سخونات يعني وهنا احيي الفريق الجزائري والاتحاد الجزائري الشقيق ان الوبراء الوحيدة اللي عدت بدون تلقيح ولا سخونة ولا افتعال ازمات كانت مباراة الاهلي ووفاق استيف ربما لان البلدين الكبار استوعبها دارس الماضي ولكن انا ارجو ان انا الاولى ان تكون كرة القدم في الملعب فقط مناخداش برا الملعب في اي حاج في اتجاه تاني كل الناس اللي عايزة تلعب بكرة القدم خارج ملعب كرة القدم يراعوا الله شوي احنا بالنسبة كالنادي اهلي خلاص ايا كانت النتيجة علينا ان نكون مستعدين لو ربنا يسر وكنا احنا طرف النهائي ان احنا نلاقي اي حد واصعب الظروف ودي بتكون يعني بتصحصح النادي الاهلي طيب ده كلام مهم جدا احنا 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 اح